كان فيه اجتماع بين السيد الرئيس ومعالي وزير العدل المستشار عمر مروان هذا الاجتماع يتكلم عنه السفير بسام راضي ويأوضح النقاط التالية وهي في غاية الأهمية الاجتماع النهاردة كان بيدور حول قانون الأحوال الشخصية كيف يمكن أن نصل إلى قانون عادل يحقق السلم الأسري والأمن الأسري بعد هذا الكم الهائل من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة وهذا الكم من حالات الطلاق غير المسبوقة في المجتمع المصري وحالات الانهيار والتفكك والتفسخ الأسري اللي نتاجها موجود في الشوارع من أطفال الشوارع أو من حوادث وأحداث لم تكن معروفة ومنتشرة في المجتمع المصري من قبل الرئيس طالما تحدث وكثيرا ما تحدث حول تحقيق الأمن الأسري ومحاولة الدولة الجادة إعادة هيبة الأسرة وسط المجتمع وعودة دور الأسرة الغائب وعودة دور الأسرة المنسحب لذلك نحن في أمس الحاجة إلى قانون جديد قانون متكامل للأحوال الشخصية أو للأسرة المصرية وهذا كان موضوع اللقاء اللي تم بين سيادة الرئيس وبين معالي وزير العدل المستشار عمر مروان النهاردة الرئيس طالب ووجه بقيام أجهزة الدولة المعنية أربع جهات يسهموا بإمداد اللجنة التي وجه الرئيس بتكلفها النهاردة الرئيس وجه بتكليف وتشكيل لجنة لصياغة هذا القانون بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف أهو وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف ده الموضوع يبقى النهاردة سيادة الرئيس وجه بتشكيل لجنة من فقهاء القانون ومن القضايا الأجلاء المختصين علشان نصل إلى مسودة مشروع قانون متوازن نتلافى فيه أخطاء موجودة بتعاني منها الأسرة المصرية سواء الرجل عندما ينظر من زاويته فيشعر أنه مظلوم والمرأة عندما تنظر من زاويتها تشعر أنها مظلومة وإذا نظر المجتمع من زاويته يرى الأطفال والأبناء هم الذين تعرضوا للظلم في كل الأحوال أي ظلم بيقع على أي طرف خصما من رصيد هذا المجتمع أي محاولة لنصر الطرف على طرف هي إنهاك لسلم المجتمع وأمنه أسوأ شيء أننا نلاقي الأسرة تفسخت وتفككت وصار هؤلاء الذين كانوا يمثلون لبنة واحدة ومشروع واحد في البناء والتربية انفكوا وتفككوا وتخاصموا وتشاجروا ووصلت تفاصيلهم إلى المحاكم ونزاعات لا تنتهي الضحية هم الأبناء الضحية هم الأطفال والضحية الأكبر هي الأمة هي الدولة لأن الدولة مكوناتها والمجتمع مكوناته هؤلاء الأبناء والأطفال خلينا أقول الرئيس بيستشعر الخطر على الأسرة المصرية وفي أكثر من مناسبة بيتدخل الرئيس بالتوجيه المباشر أولا كرب أسرة كرئيس دولة ويقول أنه مسؤول دائما أمام المجتمع وأمام التاريخ وأمام الله قبل ذلك على كل أسرة مصرية وكان بيناشد المؤسسة الدينية ممثلة في شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمر الطيب أنه محتاجين يكون فيه تطبيق حقيقي لروح الدين ويلفق فيما يخص قضايا الأسرة زي قضايا الطلاق وقضايا تعدد الزوجات وقضايا المواريس وشهادة المرأة قضايا كثيرة عديدة خليني أقول لحضراتكم أنه ما يتم بثه هو أنه هذا القانون سيكون لمصلحة الطرف على طرف وأن أي منقشة جادة بيعمل فيها العقل بينظر البعض على أنها نوع من تغيير واقع ثابت وراسخ وأنا بقول أنه كل شيء قابل للتطوير والتحديث والتغيير أسوأ شيء على العقل هو جمود العقل فلا قيد على العقل إلا العقل ذاته خلينا نفكر ونصل لصيغة حقية تؤمن المجتمع وتؤمن الأسرة ده الخلاصة خلينا أقول ليس مشروعا لقانون طلبه الرئيس وليس مشروعا لقانون من اقتراح وزير العدل وإنما مشروع خرج كحاجة ماسة من ثنايا أنين وألام أسر مصرية في المحاكم الآن بيتم تعطيل مسيرة الحياة بيتم إنهاك الروح المعنوية للمتشاكين والمتقاصمين وهؤلاء المختلفين أمام المحاكم إنهاك لقدرات المحاكم المصرية والقضاء المصري آلاف بل ملايين القضايا المنظورة أمام المحاكم ده إن دل على شيء يدل على إنه حاجتين أو في نوع من الرقي في التعامل بالروح المحاكم وفي نظرة أخرى إنه لا يوجد سلم مجتمعي وأسري كامل بيضمن لنا إنهنا نعيش في أمان ما أفضل وما أروع أن تعيش في أمان وفي سلام سلام نفسي وسلام حقيقي دون تزييف